اشتركوا في القناة وخلال لقاء جلالة حفظه الله بكبار الضباط أعرب عن تقديره واعتزازه بقوة دفاع البحرين ورجالها البواسل المخلصين الذين سيظلون دائما الحصن المنيع لحماية وطننا العزيز ومنجزاته ومسيرته الحضارية ووحدته الوطنية مقدرا جلالته ما يقيمون به من واجبات سامية بكل شجاعة وعزيمة وانضباط وما وصلوا إليه من مستوى احترافي في مختلف أسلحة قوة الدفاع وأثبت ذلك في العديد من المهام التي أوكلت لهم مؤكدا جلالته أن تمكنهم من التقنيات الحديثة يشجعنا إلى التوجه إلى الصناعة العسكرية لإكمال منظومة العمل العسكري بقوة دفاع البحرين مقدرا جلالته ما يحققونه من انتصارات ونجاحات متواصلة في عملية إعادة الأمل مع أشقائهم ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة دعما للعدل والشرعية والتصدي للإرهاب وما يقدمونه من مد يد العون والإغاثة الإنسانية للأشقاء في اليمن العزيز مشيدا جلالته بتخريج دورة القيادة والأركان المشتركة العاشرة الذي أقيم الأسبوع الماضي تحت رعاية كريمة من جلالته أيده الله مهنئا الضباط الخريجين من البحرين وإخوانهم من الدول الشقيقة ومتمنيا لهم التوفيق لخدمة أوطانهم وأمتهم متمنيا جلالة الملك المفدى القائد الأعلى لجميع رجال قوة دفاع البحرين البواسل دوم التوفيق والسداد في مختلف مواقع عملهم المشرفة اشتركوا في القناة